بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بيان رغم ستة حماة الديار عليكم سلام وتبا وسحقا لهذا النظام نظام فساد أراق الدماء وقتل شعبا يريد السلام حماة الديار هم الأحرار وليس جنودك يا بشار منعت الصلاة بجيش الطغاة قصفت المآذن صارت دمار نحن لواء أحرار الشمال في حلب نعلن ما يلي إيمانا مننا في واجبنا الديني والوطني في الدفاع عن شعبنا قامت كتائبنا في ريف حلب الشمالي بالتصدي لكتائب الأسد التي قامت باقتحام عن دان وحريتان وباقي المدن في الريف الشمالي وقد استطاعت عناصرنا البواسل تكبيد القوات الغازية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد نذكر منها ما يلي أولا تدمير أربع دبابات وبيك أبان وقتل أكثر من أربعين عنصر في مدخل مدينة عندان صباح الخميس خمسة أربعة 2012 ثانيا قتل خمسين عنصر من كلاب الأسد عند مغفر حريتان في اليوم نفسه كما قامت كعناصرنا في اليوم الثاني في قتل سبعة عشر عنصرا من الأمن بينهم مقدم في أمن الدولة وردنا على سياسة الأرض المحروقة التي انتهجهت جيش الأسدي من القصف العشوائي على المنازل وتدنيس المساجد والمقدسات والتي سببت إحراط المئات من البيوت والمحلات التجارية بعد نهبها فقد قامت إحدى كتائبنا العسكرية بتنفيذ عملية نوعية في حي السكري بحلب أسفرت عما يلي واحد مقتل أكثر من خمسة وأربعين عنصرا من الأمن وسبعة من الشبيحة ثانيا قتل خمسة عناصر أمن بينهم ضابط عند دوار برطبة في جمعية الزهراء بحلب كما أدت العملية البطولية إلى استشهاد اسمين من عناصرنا الشجعان تم خطف جثمان أحدهم وأخيرا نطالب كلاب الأسد بالانسحاب الفوري من ريف حلب الشمالي وإطلاق صراح كافة المعتقلين والكف عن الاعتداء على المواطنين العزل وإلا سيكون ميداننا القادم هو في قلب مدينة حلب وسنضرب بقبضة من حديد كل من يعتدي على شعبنا الأعزل المنادي بحقه في الحرية والكرامة بعد أن عانى من بطش هذا النظام لعشرات من السنوات والله أكبر والعزلة للإسلام عاشت سوريا حرة أبية والنصر لشعبنا السائر لواء أحرار الشمال حلب 9-4-2012 أكبير الله أكبر الله أكبر